طيب أستاذ توني رأيك برضو إيه في موضوع التسويق عن طريق السوشيال ميديا واللي هو بقى مهم جدا جدا دلوقتي ولكن برضو إلى حد ما ممكن يكلف شوي حلو قوي هو بيتكلم في اللي هو مكلف يعني أنا فكرت فيه أو هو يبقى خطتي في 2020 من أول السنة دي ليه أنا ما عملتوش من السنة اللي فاتت ليه بقى لأ عشان عايزة خطب العميل وجه اللي وجه لازم يجرب الحاجة عشان لما حد من اللي أنا طرحتهم أعلنتهم موالة دي ما دي أنا بخاطب ناس تانية فلما يجي بسان لذاتي زمن الأونلاين أوكي ماشي ما هو أونلاين بس أونلاين ما عندنا الثقافة ما هو أونلاين بيجي لك حاجة غير اللي أنت طلبتيها لكن لما مثلا روح لأستاذ باسم أقول له أو بيجي استرات أنا اشتريت الحاجة دي يقول لي أهما المشتري زيها يبقى موضوع أنا كده إيه بسوأ أسرع أيها صح لكن لازم العميل يمسك الحاجة وده اللي احنا بنقعد نشرحه للعميل طب هو يعني هو من وجهة نظر حضرتك إزاي ممكن يسوأ مثلا يعني مش كل المنتجات هيعرف يسوأها فايس توفيس أو منه للعميل على طول ممكن يعملها إزاي مثلا أو يسوأها إزاي بما أنه حدد دخلت بقى لك سنين فيل سوق ما هو إيه نوع الحاجة ما هي إيه نوع الحاجة يعني برضو زي الأستاذ اللي اتصل أو في حد شمع أو بورسلان لا في حد في الأول ملابس أو كده آآ آآ ده القمانس فهو برضو يعني الدكتور رد عليه إيه الملاسبات بتاعتها هيترحى فين طب ما فيه معرض بيتعامل أهل المدارس ده بيبقى هيبيع فيه حاجات مدارس فممكن يخش فيه لو فيه مثلا حاجة زي الأعياد كان ممكن ينزل في ديارنا طب وزارة التضامة فيه كذا حاجة إيه هي نوع الحاجة اللي هو عايزها صح